يروح لسيدنا موسى كليم الرحمن يا كليم الرحمن أنت الذي من الله عليك بكلامه أنت الذي اصطفاك الله لرسالته فأقولهم لا أبردك أنا دعوت دعواتي في الدنيا خلاص الدعوة بتاعتي خدتها فاكر دعوته ولا مش فاكر ها فاكر أنهي دعوة فيهم يا عم الشيخ العلماء اختلفوا فقالوا الدعوة الأولى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانا فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك قالوا دي ممكن تكون الدعوة اللي خدها سيدنا موسى في الدنيا بعض العلماء تاني قالوا لا مش دي أما الآن قالوا لا دي الدعوة اللي دعاها هو ونبي الله هارون أخوه على فرعون لما قالوا ربنا إنك أتيت فرعون وقومه وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم يبقى دي أو دي سيدنا موسى يعتذر ويرشد الناس إلى أن يذهبوا إلى نبي الله عيسى عليه السلام يذهب الناس لنبي الله عيسى عليه السلام ويقولوا له يا نبي الله أنت روح الله وأنت كلمته التي ألقاها إلى مريم فاشفع لنا عند ربك فيقول لهم بردك أنا منفعش ليه خدت دعوتي في الدنيا فين الدعوة ها أنت نسيت ولا إيه لما الحواريين ألولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئنا قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين سيدنا عيسى دعا ربنا ما قالش اللهم أنزل عليهم لا ما قال إيه اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ها يبقى دعوته معهم فعلشان كده خدت دعوة اللي هي دعوته في الدنيا لكنه ما ذكرش زنب هو أذنبه طيب نروح لمين هيقولهم لا أرى لكم إلا محمدا روح لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بمثابة أن يصل الناس لسيدنا صلى الله عليه وسلم وتاج رؤوسنا وحبنا وحبيبنا وطب قلوبنا ودوائنا صلى الله عليه وسلم من غير ما يكلموا أول ما يصل عنده يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها ثم يخطو النبي صلى الله عليه وسلم نحو العرش خطوات ويسجد فيفتح الله عليه بمحامة لم يفتح الله بها على أحد من قبله قط أنت مش واخد بالك من حاجة خد بالك ركز في الكلام ما تخليش الكلام أنا ما بحكي لكش قصة قبل النوم خد بالك تاني هعيد لك العبارة سيدنا النبي يخطو خطوات نحو العرش وبعدين ها يدعي ربنا إزاي فيسجد يبقى أنت إذا أردت طلبا من الله فسجد إذا أردت حاجة من الله فسجد إذا أردت شيئا من الله وكلنا لا نستغني عن الله في أي شيء لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة فسجد اجعل كل حوائجك اللي أنت عايزها في أي حاجة أنت عايزها بالسجود اجعلها بركعتين اتعلموا ركعتين قضاء الحاجة والله يا سادة لو أنت عايزين إيه يعني عم الشيخ أصلي ركعتين حاجة عشان أطلب من ربنا أجيب وجبة حلوة آه لو ما عايش فلوسها آه قال يا موسى سلني شراك نعلك وملح خبزك شوف الجمال ربنا بيقوله قاله استألني في كل شيء استألني في الحتة اللي هتصلح بها نعلك عزكم الله وفي الملح اللي هتحطه في إيه شك علشان كده ادرعوا إلى الله في كل وقت بالدعاء بس صلى ركعتين لله اسمهم قضاء حاجة علمهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب يسجد وربنا يهب تلك المحامد التي لم يفتح بها على أحد قابلة وتطول سجدة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتيك النداء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي يا رب أمتي تخيل النبي في الوقت ده ليقوله أسألك صفية عمتي ولا يقوله أسألك العباس عمي ولا يقوله خديجة زوجتي ولا يقوله فاطمة بناتي إنما يقوله يا رب أمتي 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 علشان كده ربنا يقوله وعزتي وجلالي لا نخزيك في أمتك أبدا تخيل بقى وعلشان كده ربنا قاله وكل إنسان ألزمنا وطائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا الكتاب الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجد فيها ما عملت وإلا وجد فيه الصغير قبل الكبير قال الإمام الغزالي الصغيرة البسمة الحاجة الصغيرة اللي مقصود البسمة والكبيرة الضحي تخيل الكتاب دا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في صورة الكهف أن أهل الإجرام قد نظروا فيه فقالوا كما حكى القرآن يا ويلتنا ما لآذ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كتاب دا أنت اللي كتبت السيناريو بتاعه وأنت اللي عملت المعالج الدرامية وأنت اللي كتبت الحوار وأنت اللي مثلت كل مشهد فيه أنت البطل في كل مشهد من مشاهده أنت اللي صورته وأنت اللي أخرجته وأنت اللي عرضته للدنيا واليوم يُعرض عليه هذا الكتاب هو حياتك وعمرك أنت اشته أنت وأنفقت عليه من مالك لتراه الآن في تلك الأثناء والصحف تتطير جهنم تظهر سلاث مرات